الحديث هنا استثنى حالتين أنه يجوز للإنسان أن يتقدم لخطبة امرأة بعد أن خطبها شخص قبله قال حتى يترك الخاطب قبله يترك الخاطب قبله والترك هذا يعرف بشيء إما بالتصريح يصرح بأنني أنا عدلت عن خطبة هذه المرأة يخبره أو يشتهرها قالوا فلان عدل وإما بقرينة بأن يطول الزمان مثلا أو أنه مثلا هو ذهب فخطب غيرها مثلا فإذا ترك الخاطب قبله ويعرف كما ذكرت بعلامتين واحدة صريحة والأخرى قرينة أو علامة على أنه ترك يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه المرأة قال أو يأذن له الخاطب أو يأذن له الخاطب مثلا خاطب تقدم إلى امرأة وقالوا له إن شاء الله نشاور مثلا نراجع نستشير وأطالوا عليه المدة فيأتي إلى شخص آخر وكأنه يقول وقع في نفسه بأنهم سيرفضونني مثلا فيقول لشخص يعني هذه البنت ما تفوت أذنت لك بأن تخطبها مثلا يجوز يجوز في حالة ثالثة أيضا ذكرها العلماء بأن الخاطب الثاني إذا لم يعلم بأن هناك شخصا قد تقدم فإنه لا يأثن في مثل هذه الحالة يتفاجأ الشخص يتقدم لخطبة امرأة فيخبر بأن هناك من تقدم قبلك فإنه لا يأثن في مثل هذه الحالة في حالة رابعة أيضا أن ترد المرأة وأهل المرأة على الخاطب بالرفض ولم يركنوا إليه وهو مستمر في الخطبة يعني يحاول فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها وهذا الحديث لا شك بأنه يدل على اهتمام الشريعة بالعلاقة بين المسلمين وأنها تبقى ولا تتصدع ولا يحصل بين المسلمين شيء من الشرور وهناك حالات أكيد طبعا نحن في مجتمعات وأبناء يعني الحياة والواقع أنا أعرف تعرفون يعني حالات كثيرة حصل فيها تدابر وتشاحن وتباغض بين اثنين كانوا متصافيين حينما تفاجأ الأول بأن الثاني خطب على خطبته خطب على خطبته فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم